حسنا من التراجع تاريخ البحثات في الأمم المتحدة يكون بعثات أعمارها فتراتها تتجاوز الخمسين سنة وأكثر يعني نحن اليوم لو رئيس الوزراء ونقدم طلب ممكن تبقى بعد عشر سنين لأخذ البحثة جدا طبيعي ما عندهم مشكلة هو هذا السؤال هاي ثنايدر دفا كيكه قدام المشاهد الآن ليش العراق يطلب هذا الطلب وكدول أخرى ما عندها المشاكل لعد العراق ما طلب منه أنه تلهم البحثة أولا خلنا نكون صريحين وواقعين أولا الشجاعة شجاعة القرار اللي يمتلكه رئيس الوزراء أنه يطلب أنه تنتهي عمل البحثة طبعا هاي شجاعة أو هذا القرار أو هذا الطلب اللي قدمه في المذكرة الوثيقة اللي قدمت إلى سيد الأمين العام الممتحدة هاي ما كانت تتصير لو ما رئيس الوزراء سوال رصيد يعني خلال هذه السنة ونص سوال رصيد أولا من الإجراءات الداخلية اللي خلت الناس تشعر بنوع من الاطمئنان ويعادة الثقانة ذكر أول كلمة قالها الرئيس الوزراء من استلم قال أنا مهمتي أن أعيد الثقة للنظام السياسي يعني عوفك من المنجزات عوفك من الأمور الغيرها عادة الثقة ليس مسألة سهلة أن الناس ما بعد تظاهرات ما بعد إجراءات ما بعد أنه ما قامت تثق بإجراءات الدولة وتذمر الحالة العامة هاي مسألة جدا مهمة القضية الثانية أعطاء ثقة للمجتمع الدولي أن العراق بلد مستقر بل أنه هو جزء من الاستقرار العالمي من خلال أولا سوق الطاقة العالمي أن نرفض الانسوق الطاقة العالمي بالنفط ونكون بلد منتج للغاز القضية الثانية أنه بلد محارب للإرهاب